ندلعه اخر دلعه ننزلي ياختي بقى كده وهزي نفسك ياختي كده ودوريك على الشغلان عشان تساعد مع اخوكي واروخر في البيت ولا تفضلع دلنا كده وفي البيت عمارت نحنحو وتعيطه وتبكي على الاطلال يا اخي حرام عليك حرام عليك بجد انت تعبتيني وكره ترف حياتي وفي عيشتي والله العظيم انت اللي عشت كتير في وتعاكنن الواحد يا شيخي هو انت ايه ما بتساقش مشاكل يا اخي اتقل لا في وفي العيال طلقني يا اخي انا زهيت بجدل ما عدتش قدرة اتخنقت اتخنقت منك بطريقة صعبة انت والله ما بتفكر فينا ولا بتفكر حتى احنا عايزين ايه ولا نفسينا في ايه ولا عايزين ناكل ايه انت كل بتفكر في حياتك انت وبس واللي بسبتك واسعادك انت وبس يا اخي قلت لك من لهم مرة طلقني طلقنا انا زهيت والله عايزة تطلقه وماله يعني انا يعني مسك فيك بيدي واثناني مضغور في ستين دهي بس اتطلق بقى يبقى تسيب عيالك وتتنزل عن كل حاجة ومالكش عندي اي حاجة يا اخي انت وصلتني لدرجة ان انا كرهت حياتي شخصية انا فكرت ان اخلص من حياتي بسببك فكرت فيها اكتر من 3 اربع مرات بس كل مرة ربنا يرجعني للدنيا تاني خلاص يا اخي انا تعبت خلاص اخلي العيال يا اخوي اطلقني اطلقني بقى انا تعبت اه 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 يا ماما اتطلق غور في ستين دهي ما عاد تش عايز يشوف اشتك ولا اشوف خليتك في البن اه 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 يلا يلا معاد تشخف أشتك هنا تاني تطلق اه 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 اه... خبر godt شخصية فيه خبرات يارق ناخش عندي جاء يا شيخه في ستين دهية شايفين؟ شايفين امφοكم بتعمل ايه؟ سابتكم سابيتكم وراحت站 تدور على مصلحيتها وعلى حياتها وتصدفكم انت تبقى اه اه كله قدامك اهو لو كانت بتحبكم كانت صبرت وعاش الزباية الستات اللي بتصبر وتعيش يعني معاها اجوازاتها واعيالها لكنها فضلت انها ترميكم قالوا الاسم ام ام الزالة مش فاهم والله دي مش ام دي اياك حد فيكو عاد يعبرها ولا يكلمها تاني الست دي معاش اموكو حاضر يا بابا يالله اولاد كل واحد على قطو والاوموكو تصد بقى ايا حد فيكو ييف الفرشاء السكة ومعادش يكلمها تاني ومن النهار ده اعتبر انافسكم من غير ام ما تكون صغر عبه وبس ايه ايه يا سيدي هيبة مالك في ايه وكل يومين يا بنتي جاية متخنأ وتزعلنا مع جوزك هي يا بنتي العيشة تنفي على كده ما تصبر يا بنتي وتستحمل شوي ايه يا ماما ده بدل ما تقولي لي مالك ولا فيك ايه ولا جرالك اي يا بنتي انا اطول كده يا ماما اصلا اعرف ايخت الروايات بتاعتك دي لما بتخلص لا اضربني لا امدي ايدو علي لا اشتمني لا ابهدلني لا امجابليش لا ما بيأكلناش لا ما بيحطناش لا ما بيسويش انا حافظ ايخت المشاكل بتاعتك دي كله انا مش فاهمة يا ماما انت بتعمل معي كده ليه او انت مشومي او انا عدو عليك ده بدل ما دواتري مفحوض نجو التطبع علي وتهوين علي اللي انا فيه جاي انت كمان تزود علي قلم وتعب يا ماما اه عايزين اخذك في حضن وليك معلتش يا حبيبتي ايوة يا اختي شطرة برافو عليك انك اتطلقت يا حيبت وصيبت عيالك اه قد استحملي ليه اه خليكي تعيحت في بيتي هنا اقعد في القصر معنا انا واخوكي وامراته وعياله وخليكي قاعدة معنا يا اختي اه مش عايزين اقولك كده اه ماله اه ماله عايزين ابدل استحمل لحد امتى يا ماما ده دبان قدم يا ماما نرجيسي ما بيحب شغل نفسه ما بيحب لاش خالص ولا بيفكر فينا قصة العمر وقف معايا وعايا التعبان ولا عمره جاب اي حاجة احنا محتاجينها كل بيفكر فيه هو ونفسه بس انا مش فهم انت بتعملي معايا كده ليه اعيزك يا اختي تتحفظ على بيتك شوي هو كل ما يميد يده عليك ولا يضربك ولا بتاعت جرجاله وتعياته وانا عايزة تسيبه وانا عايزة تطلق انا زيت انا تعبت انت بقى معاك ما شوالله تلت عيال معاك بنت عروس عندها 16 سن ما تستحمله تصبر ياختي عشان خطر عيالك وتوظفي انا يا ماما وفي احساس وفي مشاعري وفي حياتي كلها انا بقى موت كل يوم مليون مرة حرامة عليك يا ماما حرامة عليك دل علي يدك نقلونا المستشف عشانك وحبيتك خلص نفسي من الدنيا دي كلها بس لاحقوني برضو اقولك ايه ولا ايه ولا ايه تاني حرامة عليك مش انت اللي اتطلقت وترابت الطلق وتنزلت ياختي عن كل حقك وكل حكتك عشان تتطلق وترتاحي عدي طلقك ياختي اعودي ياختي بقى ورتاحي اعودي ياختي في المرارة الطفح اللي احنا فيه هنا بس اعمل حسابك ياختي بقى طلقه ما جايه ياختي وجايبالي شنطة تضومك وانت جايه فرحنالي بنفسك كده انه مفيش مكان هنا للنوم اتناميلك بقى على الارض جانب السريل بتاع ولاد اخواتك اتناميلك على التنبة هنا ايه تشوفين الكرسي اتنامي عليه انت حرة اصرافي ياختي بقى ويا دوب الاكل هنا طاقة وطاقة ونلاقينا يعني اكل العيال مش انلاقي انأكلك فعايشي بقى ياختي واستحملي طالما انت اللي عايزة كده يا مام انا استحملي عايش في الشارع ولا انه عايش مع الراجل ده انا تعبت بجد ومعتش قدرة ده راجل مؤرف راجل مؤرف بكل الطرق والله العظيم راجل مؤرف بقى جوزك اللي هو ابن اخوي راجل مؤرف ده ابن خالق ده زي الامر ده ده الف واحدة تتمنى ده راجل كسيب ومشاء الله معاه فلوس ايه راجل جدع وكسيب انت اللي خسرتيه بلانيلا اعودي يا شيخ على جنب اعودي اه انا دخلة يا مام انا دخلة دخل ايه يا اختي دخل دخل على خبتك الكبير اه اه بقولك ايه يا مام انا كنت وقفة بطبخ يعني مع امرات اخويا وخلصنا الغداء وكل حاج لان دخلت بس القوضة جوه خرقت جاءت المطبخ فاضي وكله موعي وهو انتو اتغدته ولا ايه اه يا اختي اتغدنا وكلنا الحمد لله كل واحد خد طبق كده وكله وهو قاعد كده هو مكان الحمد لله شبعنا طب الطبق بتاعي فين انا يا ماما بتاع اكل انا اكل اكل ايه يا اختي ومش انت كلتي خلاص لا يا ماما ما كلتش حاجة خالص انا سيبت كل حاجة في المطبخ وقعدت بس في البلكونة كده كنت بكلم العيال في التليفون وبعدين خربت ملقيتش حاجة خالص في المطبخ يبقى الفيحنا وشيفها لعائلت كلهم خلاص يبقى انفيش لك المناب مش مهم يا حتي نامي خفيف خفيف كده النهارد ويعني لازم تتغدى ولا تتعشي نامي خفيف مش انت كدت الصبح بتاعي سندويتش فول خلاص كفاية قضي به اليوم يا حتي حاضر يا ماما حاضر تعزي اختي تأكل كل يوم ولا احنا نجيب اكل منين ولا هيكفى اخوك اللي اكل منان يا حتي احمد ربنا لان انت عادة ووسائبك عادة معايا في البيت احمد ربنا وبصيدك والشوضاع غيره كان راماك برا بس هو حنين وطيب طيب يا ماما حاضر بس بعد اذنك يا اولادي هيجو يقعدوا معايا شوية يجو يقعد معاك شوية ما انتشاف البيت قدامك اهو قد الحق ده كلها قطن وصالة أولادك دول هيجو يقعدوا معايا في الان شاء الله بعدونتو المشاء الله طلاتة يجو يقعدوا في الان شاء الله التلاتة دور لا يا ماما ما تقلق ايش صارة ماشي عايزة تيجو العادة عايزة تشوفني ابوها اسهها علي الدرجة ان هيا معايزة عايزة تشوف امها خلاص نساتني وكرهتني حتى بما اتصل عليها في التليفون بتكانسل وتفل في وش السكة اه الولدين هم اللي هيجولك ايو يا ماما وحشوني وعايز اتطمن عليهم دول عياله حتى مني ما انت يحتي يا خايب انت كنت عادة في البيت ناك في وسطي ومشنت يحتي تسيبتهم واتطلعت وجيتي خلاص يا ماما خلاص ابو سيدك بقالنا على الوضع ده يجي سنة وكل شوق تفكرين وتقول انت لترطت ترين انت لرميت عيالي انا مرميتش عيالي انا سيبت عيالي من كتر خانقتي وزهقي خلاص انا كنت خلاص هخلص علي نفسي عشان ارتاح فايا يا ماما خلاص بقى هو انت كل ما تشوفه وشي ولا تشوف العيل جاينلي تقعدت سامعالي نفسي الكلمتين ونفسي الموشح انت واخويا ياختي جايز ستعز كده وتخلي في عينك خصوة ملح انت الاخرى اديك سيبتيه ياختي وهو راح اتجوز واحدة تانية غيرك هاوم دلعة اخر دلعة انزلي ياختي بقى كده وهزي نفسك ياختي كده ودوريك على الشغلان عشان تساعد مع اخوك ووروخر في البيت ولا تفضل عادلنا كده وفي البيت عماتنا احناح وتعيطي وتبكي على الاطلال حاضر يا ماما هقابل بس عيالي وقعد معاهم وبكرا ان شاء الله بقى انزل يدور على شغل انشوف ياختي حدا هرده شغالك ولا لا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقف معايا وقعد الشغل باذن الله بس عشان خاطر يا ماما لما عيالي ييجوا يعني بلاش اسلوبك وطريقتك في الكلام معاهم دي انت واخويا بتحرجوني قوي وبتعود الصغرين كده قدامهم وبتعود تشريميني وبهدلينه قدامهم عشان خاطر يسيبيني عاود معاهم شوية بقولك انت ما تحجريش علي انا اتكلم برحت اقوله اللي انا عايزاه اللعور اقوله انت عور في عينه زي اقولك انت لغلطاني اختي وانت اللي خلطت جزك يسيبك ويمشي اي اختي راح اتجوز واحدة تانية غيرك تستاهلي اش عقلتلك ده هيتجوز ست ستك بس انت بس اللعبتها وهبله والله اما انا مستغربة هو طالقي ده هو اللي ابنك ولا انا اللي بنتك انت بتعامليني معامل زي ما كنا انا ضرتك ولا وانا هو واكل اكلكه يعني ولا حاجة وفقة يا ماما ما تعديلي يا ماما الميزان شوية بس صراح انت اللي خربت حياتي كنت اللي خربت بيتك بقى تستاهلي اشربي ياختي بقى خلاص يا ماما طبعا ما انت شايفة كينا انت حرة بقى بس اسبني بقى عايش حياتي كمان بالطريقة اللي انا عايزاها خلاص يا ماما ما تحجريش عليا وتقول لي اقول ايه وما قلتش قال لي عيالي انا حرة اتكلم براحتي انا عدب بتبني خلاص يا ماما خلاص عبوس ايديك بقى تفاية كده مشاكل وكل شوية زي زعية وصوط عالي منك شوية ومن اخوية شوية ومن مراته شوية انا اتبهدلت واتهنتك تيل قوي يا ماما خلاص بقى ما انت اللي جبتين نفسك ياختي ما انت كان لك بيت وهو عائلة واسرة انت اللي سبتهم ياختي وجاتي وهو واحدة تانية ياختي خدت مكانك وقعدت وحطت رجلي على رجلي ومشية جوزك على عجل ما اللقبطوش وخلت البت في صفاها وهي ما عادتش بتعبرك ولا بتجيلك ولا بتسلم عليك ويوم ما بتشوفك ياختي بصفة في الشرعة بتقولك اي برضو يا ولاد صارة ما جاتش معاكو وحشتني قوي بتقول يا ماما ما عادش عايزة تيجي تشوفك تاني خالص ربنا اسمحها ويهديها ده انا استحملت اللي محدش استحمله كل السنين اللي فاتت دي عشان خاطرها وعشان خاطركم انتو اللي اتنين يا ولاد لكن او والله العظيم ما سيبتوكو ده انا سيبتوكو على حبة عيني ده انا شفت اهانة وزولة من ابوكم محدش شاف ده لو جبل كان انهار والله يا ماما بينكلمها وبنقولها يعني تيجي معانا بس هي مش بترد خالص وبيتقول ان خلاص ام ماتت وممعادش عايزك خلص يا ماما ماشي يا حبيب المهم انتو عمين ايه واخباركو ايه كالتو ولا لأ امرت ابوكو بتعملكو ازاي بتعملكو حلو ولا وحش ده على طول بتتخانق مع بابا يا ماما وبتعطي زعاله وتبهدله وهو مبدرش يفتح بقه معها خالص سبحان المعز المزل ربنا بيجيب لي حقه اهو بيخلص ابدا من ابدا تاني خالص بيه ويعزبني دلوقتي سبحان الله ربنا رزق ابو واحدة هي اللي بتعمل كده كل ده فيه وعلى طول مشاكل يا ماما بصارة يا ولاد صارة وحشيتني قوي قولولها ماما بتقولك ان انت وحشيها قوي خليها تترد علي حتى في التليفون خليها تكلمني اه انا هجيلكو بكرة تحت البيت وخليها تنزل تقابلني حتى اشوفها اطمن عليها اخدها في حضن حتى مش هتردى يا ماما مش هتردى اه بابا يا ماما بيعود يتكلم عليك وحش خالص وهي مصدقاء ما اجي اتكلم معاها انا واخويا بتعتز علينا وتقول لنا انا ام ماتت خلاص ما حادش يكلمني تاني عليه بس احنا ما تقلناش حاجة في البيت يا ماما هناك وما قلتش لي يا اخويا هناك في بيت ابوكم 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 ما بيجيبلكوش اكله ولا اه ولا مرات ابوكم يا اخويا ما بتجيبلكوش تاكله لا والله ما بتحطناش ناكل مالبركة في امكم هي الاخويا اللي خربت البيت وسابتكو كده هو ومشت يا ماما يا ماما عشان خطري انا مش نقصة بقى كفاية كده سيبن اقعد معنا قلت شوية لا انا جاي اقعد هنا في المكان دا عجبني مش عايز اقعد جوه وبعدين اولاد اخوكو جوه بيذكره بقولك ايه اه بالسلامة يا اختي كده بقى وطرق اولادك خلاص مش يفتيهم ما خلاص خلصنا يلا اختي خلوهم يروحوا بقى عشان الدنيا متلايتش عليهم انا هدخل الحمام واجيلك تاني لك بقى فضت المكان كده وعشان نقعد براحتي كده واتفرج على التلفزيون لا حول ولا كوات الا بالله العليه العظيم اعمل ايه بس احنا يا ماما مش بنقرف نقعد معاك هنا خلاص في بيت خالو احنا بيبقى عادين متضايقين خالص دا غير ان عيال خلي يا ماما بيعودوا يرخاموا علينا خلاص وحنا جايين وبيعودوا يقولونا كلام وحش خالص مما تشوفوين يا ماما مكان تاني ونقعد فيه نقعد فيه براحتنا كده معاك عمتا عمتا يا ولادي الحمد لله ربنا رزقني بشغل وانزلت اشتغلت الحمد لله ربنا رزقني كده بس شهر كده ولا شهرين واشوفلي كده اوضة وصالة محاولش يعني المرتب بتاعي واشوفلي كده اوضة وصالة واخده كده وتبقى تجي براحتكو بقى وتعودوا معايا براحتكو ايوا ماما يبقى احسن طب روحوا انتوا بقى يا ولادي عشان ما تدخروش على بوك عشان ما ازعلوكوش عشان لو عارف ان انتوا جيتوا وشفتوني هيتطفحكو الدم روحوا بقى على طوله على البيت وانا ان شاء الله بإذن الله الاسبوع الجاي زي النهاردة كده هاجي افتحت البيت كده واني عليكو في التليفون تنزولوا اشوفكو ويريت تجي باختوكو معاكو عشان اشوفها كده واخدها في حضن حضر يا ماما اهلا وسهلا بالستة هنم يا اختي لسه بالفكرة تجي يا ستة هيبة شايفة الساعة كان في ايدك الساعة عشرة يا ماما لسه بدري يعني نسم خلصها الشغل وجيت على البيت على طول والما الناس باي يشوفوكو وانت راجعين البيت الساعة عشرة قولو ايه متطلقة وكانت فينا مصيبة بقى انت عايز الناس طب تتكلم عليه والجيب سيدي في الشرع ولا ايه لأ انطول عمري في الشرع كده رأسي مرفوع ما يجيش الوقت يعني لتوطيه رأسي هو انا كنت بالعب انا كنت في الشغل يا جماعة وشغل بخلص الساعة تسعة ونص يا دبر كان مكرباص وباجي هو انا عملت ايه السهل ده كله ليه كل الزعو الخناق ده كله اتفضلت جزء من المرتب بتاعه انا لسه ابضى بس النهارده وعلى فكر انا خدت النفس الشقة وهقعد فيه هاتي هاتي يا حبيبتي ده البيت محتاج حاجات كتيره قوي مش شغل يا تغداد الفين ده ان شاء الله جنب ببيت العيال عشان فترة اروحها واشوفهم كده وهم كمان يجون عشان البيت هنا بعيد قوي عليهم اصبحوا على خير يا سلام الواحد حاسس بهدوق نفسي كده يرجع كده اما يخلص الشغل ويقعد كده في بيته براحته ولا حد يقول لي راجع الساعة كام ولا جاية الساعة كام ولا انت مطلقة ولا مش مطلقة والكلام المالوش يحت اللازمة ده مكلم العيال بقى عشان يجوني اشوفهم كده وحشوني قوي ايوه ايوه يا احمد وحشيني قوي يا حبيبي انا هيبي خدت الشقة اهو عشان اعرف اشوفكم اه الحمد لله يا حبيبي هاتي اخوك بقى ويا ريت تجيب اختك معاك انا نفس اشوفها قوي وحشاني هيقلبها اس علي قوي كده ليه يا ابني يا ابني قولها ان انا بحبها قوي وحشيتني قوي نفس اشوفها كلمها كده يا احمد انا هستنكو النهاردة يا حبيبي عشان اشوفكم وحشتوني قوي طيب يا حبيبي بعد الدرس بتعالوا بقى مع السلام ايه يا اولاد ايه رأيكم في الشقة اللي انا خدتها دي ايه يعني صغيرة كده وعطوب اللحمر بس على قد بقى المرتب بتاعك حلوة يا مام المهم ان احنا بقى فعل وحيدنا كده وعلى فكرة يا مام احنا قولنا البابا ان احنا البات معاك يومين يعني كده وهو وافق بجد يا اولاد هو وافق ان انت تعود معايا يومين كده ايوة يا مام مش مصدقة نفسي والله المبسوطة قوي وعلى فكرة يا مام بابا طلق مراته دي الكم تجوزها بجد طلقها ايوة طلقها ورفع عليها ماما اواد كتير قوي بسمعه هو بيتكلم مع المحامي عن الاواد بتاعتهم دي سبحان الله ربنا بيرجع لحق يا الستة مكملتش معها سبع سنين واتطلقت معليش قادرة تعيش معاه وهنبه دي لا في المحاك مهم صارة يا اولاد صارة وحشيتني قوي صارة وحشيتني ونفسي اشوف يا ليه مش عايزة تيجي تشوفني وليه بقى بتعملني وحش قوي كده صارة والله يا ماما قاعدة في البيت على طول واحدة في القوضة وعلى طول بتكلم لها صحاب وكده وانا بصراحة قلت لها كتير وكلمتها كتير بس هي مش عايزة تيجي تشوفك خلص يا ماما برضو ماشا تيجي تشوفني بيش حد يكسر قلب اللي انت يا صارة نفسي ترجعلي كده تاني يا بنتي طيب يلا يا اولاد بقى عشان اوريكوا القوضة اللي احنا هننام فيه ما شاء الله ما شاء الله ايه الشنط اللي انت جايبها وانت جايها دي يا حبيبت جايبالك الفتحة اللي انت بتحبيه وجايبالك كمان بسبوسة وهريس عشان عارفة ان انت بتحبهم يا ماما ربنا يكرمك يا حبيبت ويخليك لي بقولك ايه ما تفكر كده يا تراما ما انتش عايزة جوازك ما تفكر كده ترجع لجوزك تاني يا ماما تاني يا ماما ده لمسعدات ان انا خلصت منه وبقى ليا يعني الشقة كده وشغله بروح وجه يعني وخلاص بقى التحت من الفيلم اللي انا كنت فيه ده يا بيت البيت اللي كانت معا طلقها خلاص رماها ما عادش عايزها ونفسه يرجعلك وكلمني بصراحة مبارح وقال ان هو عايز يرجعلك ومش ده اول مرة يكلمني فيها من هو لسه متجاوز البت اللي الراما اللي كان واخدها ده وكان بيتكلمني برضه عايز يرجعلك بس انت كنت معندا يعني ويا برضو كانت على زمته لسه فالوقتي بقى ما هو طلقها بقى الوحيد وممعهوش حد بدل ما يلوف على واحدة تانية يا بيت وهو تضحك عليه وتاخد الوراق قدامه زي المصوبة التانية اللي طلقها ده يا ماما مما سدقت ان هو يطلقني ويسيبني يا ماما ارجع له تاني ارجع له تاني ليه بس بصراحة خالك كان موجود مبارح وكلمني في نفس الموضوع وعايزك برضو ترجعي لابنه بقول بقى ترامى البيت اللي كان واخدها ده مشت المفوض بقى انت ترجعي بيتك واتنوريه تاني عشان تلم عيالك حواليك كده يا ماما انا مش مقطع في قلبي بس غير البيت اللي كرهتني ده هي ده اللي وجع قلبي قوي بقى عندها اتنين وعشرين سنة يا ماما ومعدش بقى لها سنين بتكلمني ما انا بقولك عشان ايه عشان تلم عيالك حواليك عشان البت الصارة اللي اللي سايبك ديت بقى لها سنين ما بتكلم كيش ولا بتعبارك اترجعي لها كده هو تلاقي كده رجعت ايه ايه ربما كده هو ترجع اللي في دماغها دوت واتخدك في حضنها كده واتطفطو عليك وتقولك يا ماما البت بقى قلبها جا حتخلص يا ماما علي ما عادتش عايزان كرهتني خالص او انا بقولك البعيدة عن العين بعيدة عن القلب عشان كده بقولك قرابي ودخولي عشان تلم عيالي عشان خطر العيال وانا بقولك عشان خطر المزغود ابن اخويا ده والله ابدا عشان بقولك عشان خطر عيالك تلمون كده وحواليك ويبقى بحضن كده هو وتطمين عليهم قبل ما تنامي يا ماما لسه عايزة ترجعيني الوجع القلب اللي انا ما صدقت خلصت منه ده ده لما صدقت ده كان حلب من لزبالي ان انا اخلص منه وما صدقت ان انا اخلص تس عايزة ترجعيني تاني يا ماما وارجع اقعد مع ابت واحد واشوف خلقيته ليل ونهار يا بيت عشان خطر العيالي انا بقولك عشان خطر تبيت صراحة اخدارها في حضنك لا تفتكر يا ماما يعني انا لو رجعت له صراحة ترجع تحبيني تاني وتجي تقعد تتكلم معي وتقولي يا ماما وحشتني كلمة يا ماما منها خالص اه طبعا ما تشوفك كده قدامها تتكسف وتحس قدقين تتعبت عشانها وان كل الكلام اللي كان ابوها بيقولولها يعني خلاص كلام يعني وبس كده عشان كان متضايق منك لكن لا هيبقى الماية ترجع للمجاريها وترجع تقولك يا ماما ويا حبيبتي وتنم في حضنك طيب يا ماما اقوله انا موافقة يا ماما اوه يا بيت ترتحي بقى من الشغل اللي انت طالع نازلة فيه ده وتهدي نفسك فيه وعيش الواحدة كده في البت بطولك ماشي يا مام حاضر المكلم الولى بقى وفرحه واقوله كده يجي قابلها كده وياخده يودها شقيتها بقى شفتي شفتي البيت نور ازاي لما انت رجعت انا رجعت اهو بس انت بقى ايه نفس بقى الوعد اللي انت وعدته هون ازاي ما خلتني لصورتي وحشة كده قدام سارة تروح تحسن صورتي قدام سارة وتخلىها ترجع تحبيني تاني طبعا طبعا امال ايه بقولك ايه بقى اعملين اغدوة حلوة كده بقى علي مجم الشغر حاضر ازايك يا سارة؟ ازايك يا حبيبتي وحشتيني اوى 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 والله العظيمة المرجعت غري عشانك انت يصارك انا بحبك اوي يا حبيبتي وانت ايه لي جابك اصل جاي عشانك يا حبيبتي عشانك تقفاحو اوى كده وحشتيني اوي يا سارك انا معارف كيف اصل؟ انت ميه؟ يا بنتي يا بنت استنى بكلمك انت عملت ايه في البيت انت خلتها تكرهني كده ازاي انت قلت لها ايه خلتها تكرهني كده والله اخت عمالك يا لخلتها تكرهك وانا عملت حاجة ولا قلت حاجة ايا بتشوف كل حاجة واها شايفة بعناها انت لسبتيه وممشيتي ورجعت بعد 8 سنين اهو عايزة ايه يعني عايزة اتاخذك بالحض كنت بسأل عليهم على طول وبعرف اخبارهم على طول وبودهم على طول هي الكات دايما مع طعان ما بتردش على تلفونات ويوم ما شفيتني في الشارع بالصدفة قايتلي هاي من بعيد وراحت ماشي مرضتش حتى تيجي وطقف وتكليل معاني وقفت 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 يا حبيبتي تعالي سابتني ومشت وقفت انها تعرفني انا ولدك السبين ما هم معي هو بطمن عليهم بنتك دي الوحيدة اللي كرهتني اوي 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 زال عن اللزوم انت عملت فيها ايه قولك ايه بطري ده وشباق واجعل دماغ بنتك عند الجوه هاي بعين بنتك الكبرت دلوقتي وبعت عروسة ما مهزه غيرها يعني اتحكي عليها بكلمتين مناك انا عايز اتحكي عليها بكلمتين ولا حاجة انا عايز اتعاملني بما يردن لا زي مع اي بنتي بتعامل امها هي بتعاملني وحش ليه كده انا ما عملتش فيها حاجة انا اتحملت عشانها كتير اوي بعدين انت وعدتين وعدتين ان انت هترجع تاني انت تتحسن صورته قدامه والكلام الوحش اللي كنت بتقوله قلتلي ان انت هترجع تمسحه من ذكرتها وتقول لها لا ما حصدش وتقول لها الحقيقة انت ما عملتش كده ليه وبعدين ده كان شورت عشان ارجعلك تاني انت ما نفستوش خالص قولي كي ايه انا مش ناش واجع دماغ اندخل انا يا سارة يا سارة اسماعيني خليلي اكلمك شوية يا بنتي ايه الشغل يا بنتي اللي انت انزلتي ده وايه اصحابك اللي بيقولك هنا البيت يا بنتي ولا بتستنيهم تحت دار شكله بغريبه ما همش شبهك خالص شكلهم وحش يا بنتي وهيضيعوك انت مالك انت انا انزل الشغل اللي انا عايزاه وبابا عارف اصلا انا بنزل فين وبروح فين انت ملكش دعوة اصلا وما عدتش تدخل تاني في حياتي وما عدتش تدخل علي القضة دي تاني لو سمحت الفضاء اتلع برا يلا يا بنت انا امك انا امك وخايف عليك وعايز اتطمن عليك يا بنتي وانا مش عايزك في حياتي وما عدتش عايز اسمع صوتك خالص ولا عايزك تدخل علي قصلا البيت انا مش فاهمة بصراحة انت رجعت تاني البابا ليه انت راجعة ليه مش فاهمة بصراحة ايه ده الواحد ما فوي كنا عنده قرامة يعني مش فاهمة انت راجعة ليه انا ما رجعتش غير عشان خطر بنتي بنت اللي هتضيع مني وانا شايفها ومش عارف اعمل لها حاج ابوها سابها تنزل تشتغل وبيسألش ولا بيعرف عنها اي حاج وسعيبها تعمل لي في دماغها وخلاص انا عارف ان انت تقول ان هيبعت كبيرة ومعادش صغيرة وان المفروض اصيبها تعتمد على نفسها بس انا شايف شايفها بعيني اصحابها عامليني ازاي واني هما همومشي شبهها خالص وانا خايفة على بنتي زي اي ام بالزبط انا مرجعتش وصلحت مع ابوها غير عشان خطرها هي اكتر واحدة امكن الصوبان كانوا بيقولوا بيودوني وبعرف عنهم حاج لكن بنتي دي كانت مقطعاني خالص بقالها سنين ما بتكلمنيش ولو شفيتني في الشرعة بتعمل نفسها ما تعرفنيش وده كان واجع في قلبي اوي وخصوصا انا عمري ما كنت ام وحش والله العظيمة عمري ما كنت ام وحش بس انا ما عرفش هو قال لها ايه وحكالها ايه عني اخلى شكل وحش اوي كده في نظرها ومعادش عايزاني تاني قلولي قلولي اعمل ايه وخصوصا كل ما ادخل عليها فجأة القوضة قلقها بتعيت وقعد حزين اعمل ايه اعمل ايه عشان ارجعها الحضن تاني بنتي هتضيع مني وانا مش عارف اعمل لها حاج وبنتي اصلا مش اعطاني فرصة نوع اتكلم معاها كده زي اي ام ما بتوع تتكلم مع بنته ارجوك ارجوك لو في حد عنده حل يقول هولو يساعدني بيه بس بالله عليكم لغير تجريح وما ننساش نشاء الله نابف كومنت وكل واحد يكتب رأيه في التعليق واعمل ايه عشان ارجع بنتي تاني الحضن